فضلاً عن تحولها إلى محرقة للليبيين والأجانب على حد سوا أصبحت ليبيا بوابة لعشرة الآلاف من المهاجرين غير القانونيين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا من السواحل الليبية تنطلق عشرة القوارب المتهالكة محملة بعكثر مما تستوعب من البشر من جنسيات وعراق مختلفة لا يلقي معظم هؤلاء بالاً لبلد المقصد بقدر توقهم للنجاة بأنفسهم وبلوغ سواحل أوروبا الجنوبية تثالمي تمثل سواحل الجزر الإيطالية خاصة سقلية حبل النجاة لكثير من قوارب المهاجرين ليس لرغبة إيطاليا في استقبالهم بل لقرب الجزر الإيطالية من سواحل ليبيا أغلبية المغامرين بحياتهم في عرض البحر قاسدين أوروبا يتسللون عبر الجنوب الليبي الطريق الرئيسي للوافدين من تشاد ونيجيريا ومالي والنيجر وغيرها من دول إفريقيا وللعرب نصيب بين المغامرين يتقدمهم السوريون والفلسطينيون وقلة من اليمني تقول تقارير ليبيا إن مطار معيتيقة في طرابلوس الواقع تحت سيطرة ميليشيات فجر ليبيا يستقبل العشرات من المهاجرين غير القانونيين قبل تسللهم إلى موانئ المدن المجاورة مثل تاجراء وزوارة وصرمان ومصرات يمثل تهريب المهاجرين باتجاه السواحل الأوروبية تجارة رابحة للميليشيات إذ يضطر الشخص الواحد لدفع ما لا يقل عن ألف دولار لمغادرة الأراضي الليبية بالمحصلة يجني المهربون بالتعاون مع الميليشيات ثروة طائلة شهريا وتنعقد القمة الأوروبية الطارئة لبحث تهديد الهجرة السمراء الديمغرافي والأمني عبر سواحل إفريقيا الشمالية خاصة عبر البوابة الليبية تسريبات أشارت إلى توجه القادة الأوروبيين نحو تحرك عسكري يطال المهربين في ليبيا بنهج عمليات استخبارتية لكشف هوياتهم وضبط وتدمير سفنهم قبل استخدامها وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيورينزي الصباق لرسم ملامح تلك العملية عندما أشار إلى احتمال القيام بتدخلات محددة الأهداف ضد مهربي المهاجرين والتي من شأنها أن تغني عن التدخل العسكري الكامل